بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلاب الأعزاء في مقرر machine elements design 1 chapter 3 failure theories المتعلقة بتحميل الاستاتيكي. عندنا اول نظرية من نظريات الانهيار failure theories الخاصة بالتحميل الاستاتيكي وهي maximum principle stress theory. لكن قبل ما نتعرض الى التوضيح بتاعها. خلينا نعمل مراجعة سريعة على منحنة stress strain diagram. stress strain diagram. وده طبعا المنحنة الخاص بالductile material. وده المنحنة الخاص بالbrittle material. هنلاحظ هنا في المنحنة ده بيبدأ علاقة ترضية. الخط المستقيم ده بيبين علاقة ترضية ما بين الاسترس والاسترين. بمعنى ايه علاقة ترضية؟ بمعنى انه بزيادة الاسترس بيحصل زيادة في الاسترين. لكن هنا فيه limit للعلاقة اللي هو ال elastic limit حد المرونة. يعني ايه حد المرونة؟ طول ما الخط ده مستقيم العلاقة ترضية. بمعنى زيادة الاسترس يزيد الاسترين. يقل الاسترس يقل الاسترين. ويمشي طبعا على الخط ده ذهابا وايابا. حدود هذا الخط اللي هي ال elastic limit بعديها بينحرف عن الاستقامة. اذا مسألة التناسب الطردي. ما بين الاتنين بينتهي. احنا او بندرس حدودنا هو ال elastic limit ده او اقصى حد لينا ال yield point وهعرفها دلوقتي. يبقى حدودي في المنطقة دي. المنطقة دي احيانا بيسموها design منطقة design او منطقة ال elastic ان هي المرونة. ليه? لانه انا محتاج لما اجي اصمم جزء لما يتعرض الى اجهاد مفيش مانع يحصل له انفعال او الاستطالة. لكن بزوال الاجهاد يرجع تاني لوضعه الطبيعي عند zero strain. عشان كده المنطقة دي هي ال objective بتاعي هي الايم بتاعي هي الهدف بتاعي. لان دايما لما حمل الجزء يحصل له stress ويصحبه strain اللي هو الانفعال او التشوه deformation اللي بيحصل فيه. لكنه تشوه صغير بزوال الاسترس بيرجع تاني الى وضعه الطبيعي. ده طبعا نفس المنطقة دي بقى بعد كده بيحصل فيها permanent deformation يعني لو اصلت الى هنا كده خلاص ازلت الاجهاد اللي وقع عليه بيرجع بخط طبعا موازي للخط ده لكنه بيحتفز بجزء كبير جدا من deformation او التشوه وبيصير على الهيئة دي. طبعا بالنسبة البرت الماتيريال ما بيظهرش فيها منطقة الخضوة الخضوة اللي هو الواي هنا او اللي بيمثل yield stress او اجهاد الخضوة بيبتدي المعدن يستجيب للتغيرات اللي عليه ويبتدي الشكل بتاعه يبدأ في عملية التغير. بالنسبة البرت الماتيريال لا يوجد yield point او yield area مساحة من الخضوة واضحة عشان كده انا بحددها ازاي باخد هنا المساحة هنا point two percent من وروح طالع بخط موازي لده يقطع هنا الخط بعد ما ينحرف عن الاستقامة بتاعته في النقطة y وهو ده اللي بيحدد yield point بتاعة البريت الماتيريال لكن بصفة عامة انا سقف التحرك بتاعي في هو هنا sigma yield وفي البريت الماتيريال sigma ultimate اللي هو اقصى اجهاد بيحصل عنده هنا. طبعا بعد المراجعة دي ان شاء الله في الدرس القادم هنتناول مزيد من التفاصيل حول النظريات المتعلقة بالانهيار والمتعلقة بالتحميل الاستاتيكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.